اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني هو مش محارب عنيد يعني مش قصاده خطة واحدة وخلاص لا ده عنده بدائل كثيرة جدا وفي كل مرة بيتخذ حاجة جديدة عشان يقدر يوصل لك من اشهر الحاجات اللي الشيطان بيحارب بيها الانسان دايما عشان ناخد بالنا انه يعطي الخطايا بعض الخطايا يديها اسماء الفضائل عشان يسهل ان الانسان يقبلها ودي قالها السيد المسيح لما بيقول يأتونكم في ثياب الحملان وهم زئاب خاطفة فمثلا اديك شوية امثلة مثلا ايه اللي يقعد بقى يهزر ويأسخر من الناس ويتهكم عليهم ويعتبر ان ده ظرف او لطف او دي دلة او دي محبة او خف الدم او بيعمل ترفيه او بيينكد كده وبيعمل جو خفيف طبعا ده مش صح او مثلا الادهاء اللي هو بقى اللقم والخبص والمكر يسميه زكاء طبعا مش صح او مثلا واحد يعمل اولاده بقسوة شديدة جدا مفيش رحمة ويقول لا لازم اقدمه وعلمه وربيه وصلحه طبعا مش صح يعني يعني الاب ما يبقاش شديد على الاولاد برضو ما يبقاش عنيف وبرضو لو فيه واحدة عايزة تتزين باسم التزين مثلا تبتدي تلبس ملابس غير لائقة ويبقى فيه اجزاء من اجسادها عريان وكل ده باسم الانعقة واسم الزوء والتطور مثلا يعني واخديه بالكم برضو مثلا الرياء ده حاجة منفرة محدش يحب يعيش في الرياء ولكن انسان تبصي تلاقيه يهتم بمظهره الخارجي ومثلا يبقى من جوه تعبان يعني مستعبد لخطايا كثيرة جدا وغير خارجه يعني يبقى ما فيه داخله غير ما فيه خارجه برضو في بعض الناس طبعا عندي اتكلم على ناس بعيدة عندنا باسم الغير المقدسة على الدين بيبيحوا قتل البعض او بسلا يساموا الجهاد المقدس او يساموا الدفاع عن الدين او عايز يطهر الارض من الخطاء وربما ده كان شعور الكتب والفرسيين لما حكموا على سيد المسيح بالموت والصلم ولما انتهروا الاطفال انهم يقربوا من المسيح فالمسيح دعوا الاطفال يأتون الي فكانت القسوة دي او عدم الاهتمام بالصغار في نظرهم انها مجرد باسم انهم بيحفظوا النظام او بيعملوا كرامة للمعلم الصالح او احيانا الشيطان يقدم لنا الكذب على انه حكمة في التصرف او ينقذ موقف او مثلا الطبيب لا يكاشف المريض بمرضه ويسمي ان هو بيخايف عليه او في بعض الناس يلجأوا لنوع من الكذب ويقول ده كذب ابيض او اهدين بالكو يجوا في اول ابريل باسم الفكاهة والدعابة ويبتدوا يتنظروا ببعض الاكاذيب لكن كلها تبقى مش مقبولة يعني برضو بعض ما يسميه فنون او فن او بتاع يبيحوا الصور العارية او الماجنة او التماثيل العريانة او ما يحدث في بعض الافلام او المسرحيات او المزيكة كلها بتبقى تحت اسم الفن ولكنها بتبقى مليانة بالعثرات وبالاخطاء فهكس الشيطان له حيل وله طرق متعددة جدا يجب ان الانسان يحذر منها ويعطي كل حاجة باسمها الحقيقة وربنا يحافظ عليكم ترجمة نانسي قنقر